وربما أبرزها الاستجابة لرسالة وصلتنا بالأمس بالحديث أنه يريت أنه حدا استضاف من الزراع عشان التواصل بينهم ومع المزارع اللي تقريبا وضع المزارع كما جاء بالرسالة أنه بيروح للأسوأ وبعد ذلك كان أيضا جولة لرئيس عفوا لوزير الزراع في محافظة تول كريم تركزت في جامعة فلسطينة تقنية خضوري لقضية بحث علمي وإن شاء الله أكيد كان فيه صقف من التوقعات والمطالب لزراعة تول كريم لدعم مزارعين للحديث أكثر ينضم إلينا المدير الفني لزراعة تول كريم المهندس الزراعي براء الغول يسعد صباحك بش مهندس صباح الخير صباح الخير للمزارعين جميعا وللمواطنين الله يسعد صباحك بالبداية بدنا نروح من حيث انتهى الوزير بالأمس في محافظة تول كريم طبيعة هذه الزيارة وشو حملت في طياتها لمزارعين الأهزة يعني الزيارة هذه كانت انقسمت إلى شقين الشق الأول كان لزيارة للعطف المحافظ في مكتب المحافظة والشق الآخر اللي هو زيارة جامعة فلسطين التقنية خضوري كولية الزراعة وكلية الزراعة تعمل لجامعة النجاح الشق الأول في مكتب عطف المحافظ طبعا العطف المحافظ مع مديرية الزراعة طرحت للعديد من المشاكل العالقة تخص القطاع الزراعي في محافظة تول كريم وتم النقاش فيها مع معالي الأخ الدكتور سفيان سلطان وزير الزراعة وانثم تم الانطلاق إلى جامعة فلسطين التكنية الخضورية والاجتماع مع عماد الكلي والكادر التدريسي وأيضا في جامعة النجاح قلية الزراعة لبحث سبل تطور البحث العلمي بما يتعلق بالقضايا المزارعين والزراعيين واستغلال المركز الوطني للبحث الزراعي التابع لوزارة الزراعة في عملية البحث العلمي والتواصل مع الكليتين وان الوزارة على استعداد لتوفير كافة الامكانيات البحث العلمي والمركز الوطني للبحث بآليات ومعداته لتسخيرها للبحث العلمي بالتعاون مع جامعة النجاح وقلية فلسطين التقنية الخضورية يعني شيء جميل جدا طالما انه في تسهيل في الامكانيات في تعزيز الزراعة وخصوصا احنا بنحكي انه حاليا انماط الزراعة التقليدية ممكن تفشل في دل المتغيرات الجوية فالعديد وانتو تنصحوا في مفاهيم الزراعة الحديثة القائمة على التكنولوجيا ربما وتعزيزها بناء على دراسات يعني تقدم النتائج الافضل في المحصول للمزارعين يعني هو الاصل في البحث العلمي ان يعالج مشاكل المقدمة من المزارعين نعم يعني احنا انه اليوم الزراعة زراعة حديثة والافات مستجدة والتطور العلمي في الزراعة هو مطور هائل فبالتالي اذا لم نستطع ان نلحق بركب التطور بالتأكيد ستبقى الزراعة عندنا زراعة تقليدية ولن نتقدم الان هذا التقدم يأتي من وين؟ من خلال البحث العلمي من خلال ان يقوم المرشد الزراعي تابع لوزارة الزراعة بنقل المشاكل التي تواجهه وتواجه المزارعين في الحقل الى البحث العلمي الى المقتصيد انه عندنا مشكلة معينة الرجاء العمل على ايجاد حلول الها من خلال البحث العلمي وبالتالي من هون اجد انه استغلال الكادر البشري الموجود في جامعة فلسطين التقنية الخضوري من اساذي مؤهلين وايضا في جامعة النجاح الوطنية قليلة الزراعة من اساذي معظمهم يحمل درجة الاستاذية في الزراعة مع توفر الامكانات في وزارة الزراعة من خلال مركز الوطني البحث الزراعي من معدات معدات تقدر اثمانها بالملايين وبالتالي وايضا موجود اراضي زراعي لنستطيع استغلالها واجراء التجارب عليها من هون كان زيارة معاني الوزير لهذه النقطة وبحث في هذا الموضوع وتوفير وابلاغهم للهيئة تدرسية في كنا الكليتين باستعداد الوزارة لتوفير هذا المركز لأي بحث علمي هم مستعدين يقوموا فيه وبالفعل هناك بعض الابحاث المشتركة لكن كان لابد من هذه الزيارة لتعزيز هذا التعاون والعمل على توسيع البحث العلمي بالتعاون مع هذه الكليتين طيب ايش ابرز المشاكل اللي بتوصل للكم يعني من خلال المعين الميدانية في الحقل ايش المشاكل اللي ممكن يقع فيها او انه الظروف تجبر المزارع على انه يقع فيها خلال الزراعة او دورة زراعة اللي محصولنا يعني احنا في اكثر من قضية يعني مثلا احنا عنا بتعرف مثلا زي محافظة تول كريم محافظة تول كريم مشهورة بزراعة البيوت البلاستيكية الخضار داخل البيوت البلاستيكية لدينا حوالي 4000 تنوب الان هاي انا فيه الافات مستمرة موجودة وبالتالي لابد من بحث على اصناف تقاوم هذه الافات للتقليل من استخدام المبيدات الزراعية هاي قضية قضية ثانية انه حتى المبيدات الزراعية هي بالنهاية مواد كيموية وبالتالي يجب العمل على تقليل ما امكن من استخدام هذه المبيدات للوصول الى غذاء آمن هذا ايضا بحاجة الى بحث علمي تطوير الاصناف نفسها من حيث زيادة الكمية وزيادة النوعية ايضا هذا بحاجة الى بحث علمي بتعرف اخارين احنا بالنسبة ان كل معظم الاصناف المهجنين هي مستوردي او كلها هي مستوردي ليش ما يكونش عنا فكرة انه احنا نهجن اصناف تتوازى وتتماشى مع بيئتنا المحلية بالتالي ان تكون مقاومة الكثير من الامور قضية البطاطا البطاطا هي المزراحة هنا كلها بجميعها مستوردي من الخارج من هولندا على الفكرة معظم العالم العربي بالطريقة هاي ليش ما يكونش عنا احنا نستغل مثلا مختبر زراعة الانسجي لانتاج بطاطا مقاومة ذات جودة عالية واصناف الخبراء موجودين عنا الامكانات موجودة الارض موجودة لكن هي بحاجة فقط الى توفير الامكانات المادية لدعم اي بحث والتدسير بين الوزارة موجودينها لطرح المشاكل والكوادر الاساذي الموجودين وهم اجلاء ولديهم القدرة على البحث العلمي وبالتالي من هون اجات الزيارة هاي لتفعيل سيما ان وزير الزراعة هو احد مؤسسي كلية الزراعة في جامعة النجاح وهو استاذ دكتور في الزراعة وفي البحث العلمي وبالتالي من هون جاءت الفكرة وتم الاتفاق على تفعيل هذا الدور طب بعض المعيقات اللي بتواجه المزارعين هل بوعي ام بغير وعي يعني بمعنى هل في ثقافة زراعية للمزارع بعملية انه والله بدي ازرع ولا هي عملية تقليد زبطت مع ابو فلان بدي ازرع لأكمن حماموت وبالك تزبط معنا البيوت البلاستيكية المزارع الاماني من تجاربنا من خبرتنا التعامل مع المزارعين مزارعنا في تول كريم تحديدا هو مزارع وعي وهو يستطيع ولديه القدرة والمعرفة لتطبيق اي تكنولوجيا دم امكانياته لكن في امور هي خارجة عن سيطرة المزارع يعني المعنى لما نقول مثلا احنا قضية الرياح لما تيجي قوية وهي في تول كريم اصبحت يعني للأسف سنويا تأتي مرة او مرتين بتكبد خساسة كبيرة قضية انخفاض درجات الحرارة والسقية يعني ضمن البنية التحتية الموجودة عندنا في المحافظة لا يستطيع المزارع التعامل معها كما يجب مش تقصير من المزارع المزارع لو توفرت لديه الامكانيات يستطيع لكن علميا السقيع لا نستطيع التعامل معها حقيقيا ضمن الامكانيات المتاهة عندنا تحتاج التعامل مثلا مع السقيع بحاجة الى بيئة او بني تحتية متحكم فيها كاملا وبالتالي هي مش متوفرة هي اصلا يعني كبني تحتية مرتفعة الثمن عالي جدا ما بستطيع المزارع لكن هل المزارع يقوم بما يجب عليه تقريبا في الظروف المتاحة يحاول المزارع لانه بالنهاية المزارع يعلم انه اذا نفد قلنا نقولها بالفلاحي اذا نفد من موجة السقيع سيؤدي به الى ارباح والى انتاج وفير في ظل انه بقية الملاطق مثلا ضربها السقيع صحيح لكن الامكانيات الموجودة بالبني التحتية في امور لا نستطيع احنا وهذا ان شاء الله راح نتحدث عليه في ما بعد الاتصال ماذا تقدم مزارة الزراع للمزارعين من خدمات ودعم فني ولوجستي لكن نذهب الى اتصال هاتف الوصباح الخير الله يعافيك يا رب بحكي معك عديل طنيب فضل يا باشا صباح الخير صباح الخير انا في البداية بشكر تلفزيون فجر على الاستضافة الرائع علاق لك لانه مهتمين نسب جدا في موضوع الزراعة اشكرك وشكرا للمواضيع اللي نواهت لائلها حول موضوع البطاطا والامر التانية وبأمل انه كنت كمان في تنويه الموضوع الفراولة الاسرائيلي الموجودة في السوق وكيف انه نتعامل معها في المقابل انه في عنا منتج فلسطين موجود عنا لكن الموضوع الرئيسي اللي انا حبيت احكي عنه هو موضوع انا حكيت مع التلفزيون قبل هاي المرة وحكينا عنه اللي هو موضوع حش نور شمس وقداش فيه جفاف في الاشجار هناك يعني بتمرك عنه نسبة عالية جدا من الاشجار جافة وحكينا مقابل مع التلفزيون عساسي تابعه مع وزارة الزراعة ويكون فيه اهتمام بهذا الموضوع لانه صح صرح يعني رائع عندنا في المدينة هو المعالم هي المدينة الرائعة وبأمل انه يكون فيه اهتمام ومتابعة وانه تبين شوية الاسباب لهذا الجفاف شكرا للك عدي بدنا فيه نقطتين مهمات ويعني نقطة احنا اشتغلنا عليها اللي بتتعلق بدور وزارة الزراعة بأحراش نور شمس ان حرش في قفين تعرض للسرقة وعملية اقتطاع الاشجار وإلى ما ذلك من قبل الإدارة المدنية الاسرائيلية حرش نور شمس كيف ممكن نحافظ عليه في ظل بالفعل صور عرضناها لجفاف وتهالك وتساقط بعد الاسجار يعني قضية حرش نور شمس انا اول شي بحب اعرف علي انه انا ابن نور شمس وبالتالي انا ربيت على هذا الحرش وحياتي معظمها شبابنا وكل الدعم للحرش للحرش يعني وبالتالي الحرش بالنسبة لي يعني على مستوى الشخصي ومهم جدا كوني ابن نور شمس وعلى مستوى الوظيفي قضية الحرش اول شي لازم نعرف انه الجفاف اللي حصل في الحرش هو للأسف الشديد نتيجة الممارسات القاطئة على المواطن شو هي هذا الممارسات اللي هي قضية الحرائق يعني احنا شكلنا لجني بين وزارة الزراعة وسلطة البيئة وطلعنا بنانع طلب المحافظة واحنا مسبقا كنا نعرف السبب يعني اللي صار انه في فترات الصيف بتصير حرائق الآن طبعا الدفاع المدني يعني فورا من خلال الدفاع المدني بنتعامل معها بروح الشباب منطفي لكن الأرضية تبعت أو خلينا نقول منطقة التقاء الساق مع الأرض بتكون محترقة بالتالي الأثر بيظهر بعدين يعني مش أثر مباشر لأنه بتبلش تجف شوي شوي وبعدين ما بتشوفها ولا هي جفت فبالتالي هو سبب الحريق ومس سبب مرضي هو سبب الجفاف هو مش سبب مرضي هو ناتج عن الحرائق عن سوء استخدام المواطن لهذا الحرش وبالتالي من هون احنا منحب نوجه رسالة لقول المواطنين هذا الحرش ملك للجميع هو المتنفس الوحيد كمنتزه وطني نعتبره في المنطقة وبالتالي ما من ما نعش احنا انه المواطن يروح نزهة رحله هو أولاده لكن الرجاء الحفاظ عليه لأنه هذا ملك قبل ما هو ملك أي واحد آخر في عمليات تنظيف مستمر لبعض الأشجار المتهالكة الآيلي للسقوط نتيجة الرياح وظروف الجو يعني هاي سنويا احنا منقوم فيها بالتعاون طبعا عشان نوضحنا اول شيء الحرش هو بالأساس إداريا تابع جزء منه لبلدية عنابتا اللي هو يقع في مناطق ألف وبي لكن الجزء الغربي اللي هو باتجاه منه شمس هو للأسف الشديد حسب الاتفاقيات لا يزال يخضع منطقة C وبالتالي بش كثير احنا منقدر للداخل احنا اكثر مرة حاولنا نساوي مثلا خطوط نار نزلنا الآليات كنا نشتري في منطقة B ما في مشكلية لكن لما نيجي من نشتري في منطقة C يتم تهديد المقاول بمصادرة الجرافي تبعته او الحفار من قبل سلطات الاحتلال يعني هاي الأمور بجوز المواطن بيشعرش فيها لكن هي للأسف هاي الحقيقة قضية التنظيف احنا منكون فيها باستمرار يعني احنا المبارح اول المبارح قبل المقاوضة هذا انهينا قضية رش العشاب عساس ما تصيرش عملية الحرائق نتعاون مع الدفاع المدني باستمرار في هاي القضايا لكن هذا الحرش مساحته 1188 دنم يعني مساحة مش سهلة وبالتالي الا يكون هناك بعض العشاب اليابسي لكن وطبعا الناس بتروح بتشوي احنا بنطلب من الناس يا اخي اشوي بس لما تخلص اطف النار اللي انت اشعلتها يعني احنا كناها المشكلة الرئيسية يعني احنا العام مثلا بالصيف العام مش اقل من 12 مرة تم تدفع تطفع الحرار وهنا يعني الرسالة منوجها مرة اخرى من كرها للمواطنين خصوصا الجمعة سابت في كثير من الزيارات بتمنى العائلات عمليات الاستجمام في طبيعة فلسطين الجميلة لكن على الاقل انمارس ممارسات صحيحة في هذا الموضوع الفراولة في نماذج نجحت ورائعة في محافظة طول كرم واغدقت السوق لكن على العموم فيه هناك لسه مستورض من الداخل الفلسطيني المحتل عملية دعم ما ينتج محليا في فلسطين وقالية التسويق يعني انا وشي الفراولة لاني نحكي عن الفراولة الفراولة احنا مديرات الزراع والقطاع المستوى العام بالقطاع الزراع هي من ادخلت هذه الفكرة وبالتالي هي نعتبرها احنا يعني فكرة احنا مسؤولين عنها من الفها الى ياءها وبالتالي نحن ندافع عنها باستمرار ولاهتم فيها ومعظم المزارعين اللي زارعين فراولة عندنا في محافظة طول كرم هم من خلال المشاريع اللي تقدمت مساعدات من قبل الوزارة الزراعة والمؤسسات العام بالقطاع الزراعي والحمد لله المزارعين استمروا لكن اللي بنا نعرف يا جماعة الخير انه احنا كل المزروع في محافظة طول كرم فراولة هو لا تتجاوز من 35 الى 40 دنوم وبالتالي السعر لغاية السبوع اللي فات كان تقريبا 10 شكل لكيلو جرام وباعتوه وباعوا المزارعين ب40 و50 شكل الله يطرح البرك لكن انه انتيجي تقول انه هل هذا يكفي هل هذا المنتج يكفي لكل المواطنين السؤال تقطعا لا المزارعين لا لطول كرم لا يكفي على الاطلاق هل في عملية تصدير لبقية محافظات طبعا يعني احنا معظم اصلا معظم الفراولة يعني بصبح عليه عدي وابوه مرة ثانية بيعرف انه الفراولة عندنا معظمة كانت نبع في اسواق قباطي في اسواق نابلس يعني اسواق بيتا وبالتالي هل هذا المنتج يكفي للمواطن انا بقول لك لا وبالتالي احتت الداخل للوزارة في قضية من هالنوع احنا واتنا من الداخل من الداخل لما يكون فيه اغراق لما يكون فيه اغراق لكن سعر الفراولة لغاية الآن جماعة الخير على الأقل نصرنا نهاية شهر اثنين حوالي عشرة شكل يعني انت لما تنزل تشري من عشرة إلى اتناشر شكل نعم المزارة يطمح للأكثر لكن المواطن برضو يطمح انه يأكل الفراولة وبالتالي يجب انه يكون هناك توازن بين المستهلك والمنتج وبالتالي احنا هنا المرحلة اللي احنا فيها هاي لانه انتاجنا مش وفير وفير بمعنى انه مش كافي للسوق للسوق كله لن نستطيع ان نتداخل لكن اذا انتجنا بما يكفي المواطن وحصل هناك اغراق من الجانب الآخر قطعا وزارة الزراعة تتدخل وتدخلت في كثير من الأمور تدخل اكثر من مرة احنا ادخلنا ومنعنا منتجات في توقيت انه منتجنا موجود ويكفي السوق المحلي هذا الاهم ويجب ان يكفي السوق المحلي لانه نحن وزارة يهمنا انتاج المنتج للمستهلك وايضا للحفاظ على المزارع وبالتالي اذا شعرت الوزارة انه في هناك اغراق في هذا المنتج قطعا سيتم اتخاذ القرار بوقف الاستيراد من داخل مناطق 48 طيب احنا اكيد متواصلين وياكم في برنامج طلت فجر وبالتأكيد سيكون لنا وقفات مستمرة في ما يتعلق في الجانب الزراعي نشكر تعاونكم وايانا المهندس الزراعي براء الغول المدير الفني لزراعة تول كريم على هذا الكم من المعلومات وان شاء الله انه وقفات قادمة في العديد من القضايا وابرزها خطوات داعمة للمزارعين